في الفيديو ده هنعرف خطوة بخطوة ازاي نستورد بضعم الصين من موقع علي بابا وكمان هنعرف ازاي نعرف نختار المصانع الموصوقة اللي هنتعامل معاها ونبعد عن النصابين اللي موجودين في الموقع وبرضو هقولكو ايه هي قضمن طريقة نحول بيها الفلوس للمصانع دي وكمان هقولكو ازاي نتكلم مع المصانع دي ونتفاوض معاهم بطريقة بروفيشنال من خلال صيغة معينة انا كاتبها عشان نقدر نتفاوض معهم بشكل كويس وناخد الاسعار اللي تنسبنا انا عبدالله شام ببيع على امزون امريكا وفي القناة هنا ببحريس جدا ان انا اطلع اشارك المعلومات اللي فعلا تخنينا نبني بيزنس ناجح على امزون او التجارة الالكترونية بشكل عام قبل ما ندخل في شرح الموقع ففي حاجتين مهمين جدا لازم نعرفهم عن الصينيين قبل ما نتعامل معهم اول حاجة لازم نحسب فرق التوقيت اللي بيننا وبينهم يعني انا دلوقتي الساعة عندي اربع الفجر فالساعة دلوقتي في الصين عشر الصباح ففيه فرق توقيت بيني وبينهم ست ساعات فعشان كده افضل وقت بحب تواصل مع المصانع فيه هو من الساعة تمانية الصبح بتوقيت الصين لحد الساعة اتنين او تلاتة بعد الضوء فدايما نحاول ان احنا نتكلم مع الصينيين في الوقت ده عشان لو احنا عايزين نسأل على حاجة على المنتج نلاقي ان هما بيردوا بسرعة وما نستناش اليوم اللي بعده تاني حاجة ودي مهمة جدا لازم نعرفها ان احنا ما نيجي نتوصل مع الصينيين عن طريق موقع عالي بابا في الصينيين بيشوفونا ان احنا اجانب دخلين عليهم فعشان فعلا نعرف نتفوض معهم وناخد افضل اسعار منهم لازم نعمل حاقتين مهمين جدا اول حاجة لازم ان احنا نبين للصينيين ان احنا عايزين نعمل معهم لونج ترم بيزنس مش هنشتري مرة واحدة وخلاص كل ما الصيني حس ان احنا فعلا عايزين نعمل معه بيزنس لفترة طويلة ومش هنشتري منه مرة واحدة وخلاص كل ما هيدينا افضل اسعار تاني حاجة وده نقطة مهمة جدا والناس كتير بتقع فيها ان هما بيكونوا مستعجلين ان هما يعملوا الوردر فعشان كده مش بياخدوا الاسعار الكويسة فعشان كده اما نيجي نتعامل مع الصينيين بالمصر كده لازم ان احنا نتقل عليهم يعني مثلا لو احنا عايزين نطلب ميتين قطعة والمصنع رد علينا وقال لنا ان المينيمام اوردر كوانتيتي او اقل كمية ينفع نشتريها هي 500 قطعة فانا ردي في الحالة دي ان انا بشوف الرسالة وما بردش عليها او ممكن ابعت الايموجي بتاع اللايك وبعدها ب24 ساعة على طول بلاقي المصنع ده هو اللي بيكلمني وبيسألني ايه اخبار الكلام اللي انا بعته ولو في حاجة معينة مثلا ما عجبتكش في الكلام احنا ممكن نعدلها او لو في مشكلة معينة في الاسعار احنا ممكن احنا نزبطها عشان ان انت تعمل اردر على طول فنحاول دايما واحنا بنتكلم مع الصينيين ان احنا منستعجلش معهم في الكلام ولو في حاجة هم قالوها احنا مش حبينها فاحنا نشوف الرسالة وما نردش عليها ونستنى الرد بتاعهم اخر نقطة ودي مهمة جدا وناس كتير خسرت فلوس بسببها اما نيجي نتكلم مع الصينيين لازم نوضح لهم كل حاجة احنا عايزينها بالحرف الواحد ونعيد على كل كلمة مرة واثنين لان في ناس كتير من اللي هنتكلم معهم على علي بابا مش بيعرفوا يتكلموا انجلش وبيستخدموا جوجل ترانسليت ان هم يترجموا الكلام ففي حاجات معينة هم ممكن يفهموها غلط فعشان كده لازم نأكد على كل كلمة احنا بعثنا دلوقتي احنا عرفنا ازاي نتعامل مع الصينيين وعرفنا ازاي ان احنا نتفاوض معهم بشكل كويس جدا يلا بينا ندخل على شرح الموقع انا هستخدم المنتج ده كمثال عشان ادور عليه على علي بابا فهاخد الكلمة اللي بتوصف المنتج ده واللي هي تي شيرت رولر وابتدي ادور باستخدام الكلمة دي على علي بابا دلوقتي ظهر لنا كل المصانع اللي بتبيع المنتج ده بس قبل ما نتواصل مع اي مصنع وقبل ما نعمل اي حاجة ففي حاجتين مهمين جدا لازم نعملهم لازم دايما نكون معلمين على الخانتين اللي موجودين على الشمال اللي هي اول واحدة والتريد اشورنس وتاني واحدة هي والتريد اشورنس دي خدمة علي بابا بيقدمها بحيث ان المصنع ده لو عمل اي حاجة غير المتفق عليها فمن حقنا ان احنا نطلب فلوسنا من علي بابا بس عشان فعلا يبقى لينا الحق ان احنا نطلب فلوسنا لازم نكون متكلمين مع المصنع ده عن طريق المسنجر اللي موجود في علي بابا فلازم ما نتكلمش مع المصانع دي خارج علي بابا مثلا عن طريق الايميل او الواتساب او الويشات لازم نتكلم عن المصانع دي عن طريق المسنجر اللي موجود في علي بابا عشان فعلا نضمن فلوسنا لو لقدر الله حصل اي حاجة تاني حاجة وهي الverified supplier ودي معناها ان اي مصنع واخد الباج بتاع verified supplier ان علي بابا تأكد من كل المعلومات اللي المصنع ده كاتبه على صفحته زي مثلا هو فعلا مصنع ولا مكتب تجاري والشهادات اللي حصل عليها المصنع ده وعدد العاملين اللي موجودين في المصنع ده وحجم المبعاة اللي عملها انا خلاص علمت عليهم وهبتدي دلوقتي ان انا اختار المصانع اللي انا عايز اتكلم معها ودايما بحب اختار المصانع اللي تكون عندها خبرة ما تقلش عن سنتين او ثلاث سنين يعني المصنع ده مثلا عنده خبرة سنة فدي حاجة ما تشجعنيش ان انا اتكلم مع المصنع ده لكن المصنع ده عنده خبرة عشر سنين فدي حاجة كويسة وتشجعني ان انا اتكلم مع المصنع ده فهبتدي ان انا ادوس عليه وبرضو المصنع ده عنده خبرة ست سنين فبرضو هدوس واتكلم مع المصنع ده معلومة صغيرة قبل ما نتكلم مع المصانع للناس اللي بتبيع على امازون اف بي اف امريكا دايما نخضوها قاعدة كده ان المنتج لو موجود على علي بابا بشكل كبير جدا زي المنتج اللي قدامنا ده فده معناها ان المنتج ده عليه منافسة عالية جدا الناحية التانية على امازون فخلاص هدوس على صفحة المصنع عشان ابتدي اتكلم معاه بس قبل ما اتكلم مع المصنع في حاجة مهمة جدا لازم اعرفها وهي تاريخ وخبرة المصنع ده فهنيجي هنا على اليمين عند المربع الازرق ده وهندوس على اسم المصنع اول حاجة بينا ان فعلا المصنع ده بيدعم خدمة التريد اشورنس اللي تقدر تدمن لنا فلوسنا والمصنع ده برضو ومعتمد من علي بابا بعد كده هدوس هنا على بروفايل وبعد كده هدوس على كومبني اوفر فيو وبعد كده هننزل لتحت شوية لحد ما نوصل للمربع الازرق ده واول حاجة هنا هي نوع البيزنس ده دايما هنا في البيزنس طيب هنلاقي تلات انواع اول نوع هو المانيفاكتشر وده معناه ان هو فعلا مصنع ودي حاجة كويسة ان احنا نتعامل معاه تاني حاجة ممكن نلاقيها وهي التريدين كومبني ودي معناها ان هو مش مصنع هو مكتب او وسيط بيني وبين المصنع ودي مش احسن حاجة ان احنا ممكن نتعامل معاه لان اولا هو هياخد عمولة مننا ده غير ان هو مش هيكون عنده اي رد انهائي لأي تعدلات احنا عايزينها دايما هيرجع للمصنع بعد كده يرجع لنا ثالث حاجة ممكن نلاقيها ان هو يكون مكتوب مانيفاكتشر وتريدين كومبني في نفس الوقت ودي حاجة برضو كويسة ان احنا نتعامل معاه ومفيش اي مشكلة هنلاقي هنا المنتجات الاساسية اللي المصنع ده بيشتغل فيها وبعد كده اهم حاجة احنا عايزين نشوفها هي التوتال انيوال ريفنيو وهي المبيعات السنوية اللي المصنع ده عملها والمصنع ده عمل تلاتة مليون وتلتمية الف دلار في خلال السنة اللي احنا فيها دي فده معناه ان المصنع ده عنده خبرة كويسة جدا وفيه ناس بتشتري منه فده مصنع ثقة ان انا اتعامل معاه بعد كده عدد الموظفين اللي شغالين في المصنع ده وهنا من 11 ل50 شخص فده معناه ان المصنع ده مش مصنع صغير ودي حاجة كويسة ان احنا نتعامل معاه زي ما شايفين هنا كل المعلومات جنبها علامة زرقة فمعنى كده ان علي بابا متأكد من كل المعلومات دي فيالله بينا ان احنا نتواصل مع المصنع ده هنلاقي ان المصنع هنا كاتب سعر المنتج على حسب عدد القطع اللي احنا محتاجينها يعني لو احنا هنشتري من 100 ل 22 قطع هنلاقي ان سعر القطع هتقف ب3 دلار و31 سنت وكل ما زودنا الكمية هنلاقي ان سعر المنتج بيقل خلينا اقول لكم حاجة من خبرتي في التعامل مع الصينيين ان الاسعار المكتوبة هنا هي اسعار مش حقيقية ومش نهائية خالص والاسعار دي هتختلف بشكل كبير جدا لو فعلا عرفنا ازاي نتعامل مع الصينيين زي ما قلت لكم في اول الفيديو فهدوس على contact supplier عشان ابتدي اتكلم مع المصانع دي واتفاوض معهم وهكتب الرسالة بتاعتي هنا دايما ان ما بتكلم مع المصانع باستخدم التمبلت او الصيغة دي عشان اعرف اتفاوض معهم بشكل professional ولو عايزين تحملوا التمبلت ده فهتلاقوا الملف موجود على جروب الفيسبوك ولينك الجروب تحت الفيديو في الديسكريبشن زي اول حاجة هنا انا كتب دير بعد كده اسم الشخص اللي هنتواصل معاه وده هيكون موجود واحنا بنبعت الرسالة الشخص ده هنا اسمه جاكي فاخد الاسم ده copy وابتدي ان انا احط مكان الاسم الاصفر ده بعد كده هبتدي افتح كلام وابتدي ان انا اعرفه على نفسي زي مثلا انا هنا اسم عبدالله وانا المسؤول عن الشركة او البراند الفلاني وبعد كده انا كتب له ان احنا حاليا عايزين نوسع خط الانتاج بتاعنا وعدد المنتجات اللي احنا بنشتغل فيها واحنا مهتمين جدا بالمنتج اللي انت بتصنعه اللي هو المنتج اللي احنا عايزين نبيعه فانا هكتب هنا اسم المنتج وفيه نقطة مهمة جدا هنا ان انا هنا هكتب له اسم المنتج اللي انا عايز اشتريه مش هحط له لينك المنتج على امازون عشان فيه مصانع مش بتبع عارفة سعر المنتج بيتبع بك بعد كده ببتدي اطلب منه ان هو يرد على الاسئلة اللي انا كتبها له زي اول سؤال فانا هنا بشوف فيه امكانية ان انا ينفع اغير الدزاين بتاع الباكتجينج او تغليف المنتج ده ولا لأ ومسلا لو المنتج ده في منه الوان واشكال كتير فببتدي ان انا اسأله على كل الخيارات الموجودة عنده ثالث سؤال ده مهم جدا وبيفرق معنا بشكل كبير في البزنس بتاعنا وهو البروداكشن تايم او مد التصنيع المنتج ده وبعد كده بستفصل منه على سعر المنتج على حسب القطعة اللي احنا عايزين نشتريها فانا هنا بسأله لو انا مثلا هشتري من 100 قطعة لحد 500 قطعة فسعر القطعة يبقى وقف بكام بعد كده بسأله مثلا لو هشتري من 500 قطعة لحد 1000 قطعة ففي حد دلوقتي ممكن يسألني انا مثلا مش هشتري 5000 قطعة فليه بسأله على سعر ال5000 انا دايما بحب اشوف المصنع اقل سعر هيدهوني كام عشان ده هيساعدني بشكل كبير جدا ان انا اتفوض معه وهنا في نقطة مهمة جدا دايما اي مصنع ما بيجي يكتب لنا السعر بيكتب جنب السعر كلمة اسمها EXW وكلمة Xwork معناها ان السعر ده سعر تكلفة المنتج بس من غير مصاريف الشحنة او من غير مصاريف الجمارك واخر حاجة هنا انا بسأله عليها هي تخص الكرتونة الكبيرة اللي بيكون فيها كل المنتجات وقت الشحنة زي عدد القطع اللي هتكون موجودة في الكرتونة دي والdimensions او مقاسات الكرتونة دي بالسنتيمتر ووزن الكرتونة بالكيلو جرام عشان ده هيساعدني ان انا اعرف احسب تكاليف شحن المنتج ده بقى كده انا هطلب منه ان هو يصور لي تغليف المنتج اللي هو بيعمله فهبتدي اعدل على كل الحاجات الموجودة باللون الاصفر واكتب المعلومات اللي هتخص المنتج بتاعي واخد الكلام ده كله كوبي وابتدي اروح على علي بابا وابعت الرسالة دي هنا وادوس على send now ايه هي بقى اضمن طريقة اقدر ادفع بها فلوس للمصنع ده انا دلوقتي موجود في الصفحة المفروض ادفع فيها الفاتورة وهلاقي قدامي الخمس اختيارات دول اول حاجة ان انا ادفع عن طريق الفيزا سواء كانت كريدت او ديبت كارد او ان انا ادفع عن طريق البيبال او برضو ادفع عن طريق الفيزا بس باستخدام جوجل باي واخر حاجة هي بتبقى واير ترانسفير ودي بتبقى عملية تحويل بنكي وطبعا بتكون خارج علي بابا فاضمن طريقة ندفع بها الفلوس هي اونلاين عن طريق علي بابا بالفيزا بتاعتنا لان بالطريقة دي احنا هندمن فلوسنا لو لقدر الله المصنع عمل حاجة غير متفق عليها دلوقتي انا خلصت شرح كل حاجة تخص موقع علي بابا بس في حاجتين مهمين جدا لازم اقوله اول حاجة لما نيجي ندفع فلوسنا للمصنع نطلب منه ان احنا ندفع 30% كمقدم و70% لما البضاع كلها تخلص تاني حاجة ودي مهمة جدا لازم قبل ما نعمل اي order مع اي مصنع على علي بابا ان احنا نطلب عينة من المصنع ده وتيجي لحد عندنا عشان نقدر نشوف الكواليتي والجودة بتاعت المنتج ده فبدلوقتي العينة وصلت من المصنع وشوفنا الكواليتي والجودة بتاعتها لقيناها كويسة جدا ازاي بقى نضمن ان المنتج النهائي والكمية كلها اللي هتتصنع تكون بنفس الكواليتي والجودة بتاعت العينة اللي المصنع ده بعتها فلازم نعمل انسبيكشن او فحص على البضاعة كلها عن طريق شركات بتقدم خدمة اسمها انسبيكشن سيرفز فاحنا بنروح للشركات دي وبنقولهم ان احنا في بضاعة علينا موجودة في المصنع الفلاني في العنوان الفلاني وعايزين ان انتوا تروحوا وتتأكدوا من جودة المنتج ده يقول مش بس بيتأكدوا من جودة المنتج لا ده كمان بيتأكدوا من طريق التجهيز وتغليف المنتج ده عشان يشوفوا المواصفات بتاعت التغليف هينفع تعدي من جامريك الدولة اللي احنا هنشحن عليها ولا لأ والشركات دي موجودة بشكل كبير على علي بابا وموجودة عن نت ولو انتوا عايزين اسم الشركة اللي انا بستخدمها اقولولي في التعليقات وانا هقولها لكم كده احنا خلصنا فيديو النهاردة وعرفنا ازاي نستورد بضاعة من الصين من موقع علي بابا وازاي نختار المصانع الموسوقة وايه هي افضل طريقة ان احنا نتواصل مع المصانع دي ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشاركوا الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفد بي ولو عندكم اي سؤال اكتبولي في التعليقات او على جروب الفيسبوك وهتلاقوا لينك الجروب في الديسكريبشن اشوفكم الفيديو الجاي سلام